أهلا بحضراتكم من جديد واترند وامم إفريقيا والحديث عن منتخبنا الوطني منذ لحظات انتهت وقاء المؤتمر الصحفي لمنتخبنا الوطني استعدادا لمواجهة الكاميرون غدا وحضر المؤتمر الصحفي كارلوس ساكيرش المدير الفني لمنتخبنا الوطني وأيضا كمان محمد الشناوي حارس المرمى شيء إيجابي وشيء مهم جدا كمان على المستوى الإعلامي أن يحضر حارس المرمى محمد الشناوي لأنه مش هيلعب المباراة القادمة وخارج البطولة فبالتالي مهم جدا تبعد اللعيبة الأساسية عن وقاء المؤتمر الصحفي والأسلال اللي ممكن تكون فيها استفزاز شوية خاصة أن كارلوس كروش مبالح يعني يتكلم بطريقة كانت مميزة جدا في الرد على تصرحات سامول إيتو كيروش بصراحة مميز في التصرحات الإعلامية ودي المدرسة البرتغولية اللي احنا متعودين عليها من زمان طيب نروح لترند أمم إفريقيا ونشوف السوشيال ميديا كتبت ايه عن منتخبنا الوطني الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم بيتكلموا عن أن المنتخب الوطني يرتدي الزي الأبيض بالكامل في مواجهة الكاميرون غدا طبعا منتخب مصر دائما بيرتدي التيشرت الأحمر والشورت الأسود أو الأبيض لكن بكرة هنلبسي التيشرت والطاقم كله أبيض حساب اليوم السابع بيتكلموا على الوينش الوينش هيقود دفاع منتخب مصر أمام الكاميرون بعد رحيل حجازي لألمانيا خلاص عيب الوينش ومحمد عبد المنعم في مركز قلب الدفاع ويكون بديل لهم بالتأكيد محمود علاء وأيضا كمان إن شاء الله فتوح موجود في الجبهة اليسرى مع عمر كمال عبد الواحد في الجبهة اليوم المصر الرياضي تحذير طبي من الدفع بأبو جبل أمام الكاميرون الكلام اللي وصل لنا من الكاميرون أن أبو جبل لغاية مبارح يعني جاهز بس مش بنسبة كبيرة هلا هيتم الدفع به مش هيتم الدفع به في جميع الأحوان نتمنى المشاركة تكون بنسبة 100% سليم ولو مش جاهز في محمد صبح كلنا عندنا ثقة فيه أن يكون حارس مرمى منتخبنا في هذه البطولة آخر حاجة في تريند أمم إفريقيا الوطن سبورت حازم إمام في تصرحات قاعد ومجلس إدارة في الاتحاد المصري بيولع عقوبات تكاف هدفها إرهاق اللاعبين وسنتقدم بإحتجاج هنا تصرحات الكابتن حازم إمام خاصة بالقرارات والتي اتخذتها لجنة الانضباط بالأمس بخصوص عقوبات خاصة على لعاب منتخب مصر داود إقاف مباراتين روجر ديسا مدرب المساعد لكارلوس كيروش أربع مباريات بالإضافة للغرامات المالية بعدم حضور المؤتمر الصحفي والمناشوات التي حصلت فيه أمام غرف خالع الملابس اشتركوا في القناة